موسيقى الناس بالنسبة والحياة اللي هم عايزين يعيشوها بالنسبة كمان انه الشباب لازم يكونوا متوجدين على المستوى الاقليمي والدولي في تنفيذ اجندات ومعاهدات موجودة وموقعة من قبل الدول وليزم برضو انه من خلال اجده الائي سي ب دي ان هم يقدروا يرجعوا الاجنده يوفقوها للبيئة اللي موجودة دلوقتي في الوطن العربي واللي مليانة بفرص أكبر للديمقراطية فرص أكبر أن نحن نقدر نحقق التزامات أكتر في مجال الحقوق والحريات الشخصية سواء لفئة الشباب أو للفئات الأكبر في العمر وبالتالي إحنا موجودين هنا علشان نقول لكل الحكومات ونقول لكل الدول والمجتمع المدني أن الشباب مهمين جداً كقطاع سواء كماً أو كيفاً فإنهم يحددوا سياسات الدول ويحددوا إزاي ممكن مستقبل الدول ديت يبقى متوجه ناحية حقوق أكتر حريات أكتر وناحية كمان مجتمع أفضل الشباب والتنمية من جير شباب هوا ما فيش تنمية لأنه زي ما أنا قلت إنه لو أنت بتمثل الجزء الأكبر في المجتمع وفي نفس الوقت أنت الأكتر فاعلية والأكثر نشاطاً فأنت بالتالي الأقدر على إنك تقدر تنفذ أي نوع من أنواع التنمية السكانية الموجودة في المجتمع اشتركوا في القناة